كيفية ضرب منافسينك وجذب المزيد من المشاهدين إلى قناتك على اليوتيوب وبالدليل وبناء على تجربة شخصية أنا بنفسي عملتها في المتوحد فكرة قدت إلى اصدهار في المشاهدات الفترة الأخيرة عايز أقول لحضرتك أن أنا باعتمد بنسبة كبيرة جدا الفترة الأخيرة على الجمهور عاوزي طيب أنا بعرف إزاي الجمهور عاوزي في مجموعة كبيرة جدا من المنافسين لقناة المتوحد فكرة وهنا أنا متابعهم بشكل يومي لجميع القنوات وببدأ أشوف الفيديو الرائج عند كل قناة وأبدأ أشوف هل متوافق مع سياسات المتوحد فكرة ولا لأ لو متوافق بطلع أتكلم عن نفس الموضوع ولكن بأسلوبي وطريقتي وده اللي حصل في الربح من المحتوى المعاد استخدامه اللي جاب عشر تلاف مشاهدة على الرغم نفس الفيديو موجود في قناة تانية أقل من المتوحد فكرة ولكن حصل على خمستاشر وعشرين ألف مشاهدة فإن لي خليني أنا ما عملش نفس المحتوى ولكن بأسلوبي طالما الجمهور بيدور على نفس الموضوع ولما عملته بالفعل نجح في قناة المتوحد فكرة ولنفترض أن الفيديو اللي أنت لقيته رائج في قناة تانية غير مناسب إطلاقا لسياسات وقواعد وقوانين قناتك أو قناة المتوحد فكرة زي الفيديو ده مهم جدا عند رفع الفيديو بالتجربة والحصول على مئات المشاهدين من إرسال الإشعارات للمشتركين بصراحة أنا شفت الفيديو ده عند قناة تانية ولقيت الفيديو ملهوش أي أهمية ولكن حصل على عشرات الألاف من المشاهدين وهنا كان لازم أطلع أتكلم وأقول أن الموضوع ده يا جماعة ما تلعبش فيه إطلاقا وهو ما أصرش بالسلب على قناتي وعملت تجربة والتجربة دي كانت تجربة حقيقية ولو جينا بصينا على الفيديو الفيديو من شال من عليه علامة الصح من شال من عليه لأن أنا رفعت الفيديو وقبل ما عمله علني شلت علامة الصح هل أصر بالسلب بالعكس الفيديو لآخر لحظة موجود عندي في الأفضل في المشاهدات في آخر 48 ساعة أهو موجود أهو على الرغم من الفيديو منشور من فترة ولكن في إحصائياته لسه بجيب مشاهدات من ميزات التصفح والفيديوهات المقترحة وصفحات القناة والمصادر الخارجية وناس كتير جدا بتبعاته وحصد على 11 مشترك و 2 دولار فبالتالي أنا بظهر أكتر وبوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وعندي متوسط مدة مشاهدة كويسة وعندي ساعات اللي خليني ما حاولش إن أنا أتكلم عن الموضوع ده ولكن بطريقتي وعايز أأكد لحضرتك حاجة مهمة إن في الكومنتات الشخص اللي طلع انتقضني وقال يا متوحد يا فكرة لا إنت غلط تعال بص معي وركز في الكلام هنا بيقول لك بقول لك خلاصة الاشتراكات اللي قلت عليها باجي أعمالها مش بلاقيها هي أصلا متفعلة تلقائي وده تقريبا اللي أنا قلته في الفيديو ده إن هي أصلا متفعلة تلقائي مش محتاج إن حضرتك تلعب فيها وده برضو اللي أنا قلته فبالتالي معرفش انت زعلان لي وأنا بتكلم بما يرضي الله وبتكلم في قناتي وقناتي المتوحد فكرة وده نوع من أنواع المحتويات إزاي تركب ترند أي محتوى أنت متواجد فيه وبصراحة طول ما أنت ماشي صح وما بتنتقدش بأسلوب غير آدمي فاشتغل زي ما أنت عايز أنا بصراحة هنا في المتواحد فكرة باعتمد على أسلوب معين والأسلوب ده هو إصارة الجدل في المحتوى اللي أنا بقدمه وبتكلم بشكل كامل على كل حاجة ممكن حضرتك ما تكونش متخيلها عايز أقول لك أن في ميزة جديدة رجعت لليوتيوب وهي الميزة الأقدم والميزة دي بصراحة كنت مستنيها والحمد لله بصراحة أن اليوتيوب رجحها تاني لأنه كان شالها وسائب الأحدث والرائج علشان كده بقول حضرتك تابع في المتواحد فكرة حتلاقي التحديثات أول بأول حتلاقي كل حاجة بنقولها بالتفصيل وقبما يرضي الله عن تجارب شخصية الكلام ده للقنوات التعليمية مهما كانت صغيرة أو كبيرة تأكد أن أنا متابع كل نفس أنت بتقوله أنا متابع جيد جدا كمان لأي حاجة أنت بتعملها وبجربها وبشرحها أنا مش عندي أي مشكلة أنك تقولي متوحد فكرة بيقلدني أو بيعمل زيي طالما الموضوع حيفيد منشئ المحتوى وتأكد أني مش بيني وبين أي حد أي عداوة تحياتي لجميع القنوات التعليمية الصغيرة قبل الكبيرة أنا مش فاضل الحروب أنا عندي شغلي أعمله بأحسن طريقة ممكنة توقيع المرجع الأول لمنشئ المحتوى على اليتيوب المتوحف فكرة